موسيقى موجز لهم الأخبار من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر الاثنين بعد استهدف طائرة الاحتلال الصيوني لمنزل في رفاح جنوب قطع غزة وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر طبية باستشهاد سبعة فلسطينيين على الأقل بينهم أطفال ونساء وإصابة عدد آخر إضافة لعدد من المفقودين بعد قصف طائرة الاحتلال الصيوني لمنزل في خربة العدد شمال رفاح جنوب القطع كما قصفت طائرة الاحتلال منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس بمخيم جباليا شمال غزة الزواء استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون غالبيتهم من الأطفال والنساء مساء الأحد جراء قصف قوة الاحتلال الصيوني منزلا وسط قطع غزة وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين في قصف صيوني استهدف منزلا يؤوي نازحين في مخيم صرات وسط القطع كما شن طيران الاحتلال غارات على محيط منطقتين شيخ زايد وتل الزعتر شمال قطع غزة هذا وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إذا ارتكاب الاحتلال الصيوني مجرة بدوار نابلسي بقطاع غزة فجر الخميس الماضي رحى ضحيتها ما يزيد عن مائة شهيد وسبعمائة وخمسين جريحا بيان مجلس الأمن الذي جاء بطلب من الجزائر شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية داعيا جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون انسيكاره الصمت والتواطئ المخزي لبعض الدول إذا أجرائم الإبادة المرتكبة في قطاع غزة الرئيس تبون في تصريح صحفي المشترك رفقة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي بمقر رئاسة الجزائرية الأحد ثمن مواقف القيادة الإيرانية الدعمة لشعب الفلسطيني الرافضة ممارسات الكيان الصهيوني الإبادة الجماعية المستمرة في غزة دعت الفصائر الفلسطينية العالمة كله إلى تنظيم أكبر مسيرة شعبية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في شهر رمضان تحت عنوان رمضان الطوفان وشددت الفصائر الفلسطينية في بيان على أن ذلك يعد انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية وضغطا من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين معلنة عن دعمها الكامل لحملة رمضان الطوفان العالمية كما أكدت دعمها المطلق للمقاومة الفلسطينية في الوقوف أمام الاحتلال الصهيوني ومواجهته داعية إلى تفعيل المقاومة بجميع أشكالها واعتبال شهر رمضان شهر الطوفان العالمي لانتصار القضية الفلسطينية في شأن آخر الآن جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع إيران إلى مستوى الإرادة السياسية التي تربط البلدين الرئيس تبون في تصريح سحفي المشترك رفقة نظيرها الإيراني إبراهيم رئيسي بمقر اللئاسة الجزائرية وصف العلاقات الجزائرية الإيرانية بالتاريخية رئيس الجزائري حيى الموقف الإيراني الداعم لعضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي وأكد مواصلة الجزائر الدفاع عن القضايا العادلة ونصرتها معربا عن ارتياحه للتطابق في وجهات النظر مع الرئيس الإيراني في اتجاه مواصلة الجهود لحفظ الأمن والسلام الدولي ختم هذا المجزي الإخبالي شكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة